إحساس إن في حالة تشبع قروي عند اللعيب إحساسي إن موسماني مغوط بكساف دورة إيل، سفريات، أحداث، غيابات مؤسرة ومجعة أصبح النهاردة أنت ما عندك شغير علي معلول بس في الباكليفت غياب بقى وليد سليمان، غياب ناصر مهر كل الغيابات اللي موجودة مؤسرة ومجعة ومؤلمة للنادي الأهلي وحرمت النادي الأهلي من بعض المميزات النسبية له في هذا التوقيت المهم لكن مستر بيتس موسماني في غيبوبة كاملة غيبوبة كاملة زيه زي باتشيكو خلينا أقولك الأمان يا حبيبي أنا لا أعرف أجذب ولا أعرف ألون ولا أعرف أقولك اللي أنت عاوز تسمعه أعرف أقولك اللي جواي أنا واللي أنا حاسس بيه هو إحساس الناس أنا اللي هي مصلحة مع سين أو صد أو عين أو لام أنا مصلحة مع المشاهد الكريم مستر بيتس موسماني في حالة ارتباك في حالة غيبوبة في حالة عدم تركيز في حالة عقل مش شاي معاش علاج يعني الكلام اللي كان بتعمل مجموعاته ده لحال ما شفت اللي لابس اللي قدامه ضربة الغشم هو لازم تبقى عندك إحساس المكان تعمل الفاول فين تعمل الفاول في نص الملعب ولا تعمله في الثمنتاشر ولا قرب الثمنتاشر نعم بغض النظر في الآخر الحكم شفها كده والحكم ده مش مرتاشي وحكم كويس وحكم متميز بس فيه برضو تانية كرة لينا اللي هي كانت جوه الجول دي ولا تشالها بفخاده دي ولا بروكابه دي جوه الجول جوه الجول طيب لعبت النادر أهلي يعني ما عندهاش سنس النهاردة يعني انت كسبت اتنين وخلاص بقى عندك اتنين فراودة وتحتهم أفشا وأجيه وبيزيد معاك عمر السلية كمل بقى هجوم واطلع كسبان تلاتة أربعة كمل هجوم واطلع كسبان تلاتة أربعة لكن أفشا مالوش بديل فانت ما بتغيرش ما بتغير وأفشا بيوزع جهده على تسعين دقيقة فبيغيب أحيانا اللي ظهر كمان النهاردة كارثة كارثة مروعة وهو الصغرات اللي في خط الدفاع وانطلاقات مهاجم الكنغ ايه ده كل كرة نط يقابلوها من ورا بدر بنون ويروح على الجل كده شكل كده الفرقة دي عليها نادر أو الله العظيم أو شكلها انهم قالوا نعمل حاجة لله وما عملوش لكن النهاردة بصراحة الأهل في قمة السوق في مهاجميه ومدافعيه ايمن اشرف شارع النهاردة شارع الضباط شارع ومحمود وحيد من اول لمس قال اي والسلية بيقصوا من ورا أو حتى ملمسوش لكن انت مدي احساس للناس اللي بتفرج على ماتشاتك انك بيجيب بتقص من ورا طب اللي قدام دول بقى اكتر من 17 فرص بتقول لي انا دوري كمدربة وصلهم للمرمى وهم يسجلوا لا دورك حاجة تاني انك تمعلمهم ازاي يركزوا في انهاء الهاكم ازاي يركزوا في انهاء الهاكم يعني كل مرة تبتلين ابوولتر ابواليا وفي الاخر تغيروا في الاخر اللي بره اللي ينزلوا يسجلوا تب ما تبدأ بالدورة على طول يا عمي دي حرقة الدم دي دي لعيبة مشتوبة النادي الاهلي انا بقولك اهو اداءهم النهاردة لعيبة انكشارية لا تمثل النادي الاهلي لعيبة انكشارية لا تمثل النادي الاهلي قمة الاستهتار ولا مبالاة يا بشان اللي عنده قلولك قمة الاستهتار ولا مبالاة لو هم بقى مش عجبهم حاجة يقولوا ناقصهم مكافآت ولا ناقصهم فلوس ولا ناقصهم جهاز فني يعملهم باحترام ولا اقدارة متواجدة معاهم باستمرار مفيش حاجة نقصها لكن رأيي أنا شخصي ان ناقصهم ناس يتجلموا معاهم سيكولوجية اللعب المصري عمل زي الطفل المصري محتاج كوش يقول له ما تعملش ما تعملش ما تعملش اعمل 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 مش هيخص عينا حاجة ان احنا نحط عنصر ولا اتنين مساعدين للراجل مش هيخص عينا حاجة ان احنا نجيب حد من علم النفس الرياضي يقعد مع اللعيبة دي يجدد لها الدوافع دي لعيبة معظمها كانت لما معظمها ايه دي تقدر تقول كل اللي جايلك وولتر بوالي محمد شريف ماشي طهر محمد طهر افشة عمر السلية كل الناس دي يسر ابراهيم ايمان اشرف كل الناس دي يعني اخرها انها كانت تكسمتش حسين الشحات انا ما شفتش لعيب عنده لها مبالاة زي حسين الشحات نجم اللها مبالاة يا ابني بطل اللها مبالاة والسلبية يا ابني بطل اللها مبالاة والسلبية يا حسين الشحات زهقت من انتقادك وما فيش حد بيبقى حارس انك تعلم هاتولو حد من علم نفس الرياض يقعد معاه هم دو اللعيبة دي احسن من جيل بركاته وابو تريكا ومتعب وفلافيو وجل بيرتو وشال محمد وإحمد النحاس وإستامل شاطر ومحمد وكان مستر مانوال جوزي ولا مسيمان احسن من جوزي لكن كان مستر مانوال جوزي بيجيب حد من علم النفس الرياضي يقعد معاه ويجدد لهم الدوافع يجدد الدوافع عند اللعيبة ودي كت عبقارية جوزي عبقارية جوزين الناس كتتهابوا ونفسها ترضيه وبتركز في الأداء والمستهتر يبقى بره يا عمر ايه في الأم البتاع اللي في ايدك ده؟ عبقارية مستر مانوال جوزي ماشي انه هو كان بيعرى في جدد دوافع ازاي للعيبة سيبوكوا بقى من قولت ان راجل عاوز سيرينيو مش سيرينيو ما انت عندك لعيبة واحدة بطولة افريقيا تاني عمر ستا حفظه لعزيميري عبقرية مستر مانويل جوزي ماشي ان هو كان راجل بيعرف ان تحبه وتهاو تحبه وتخاف منه تبقى نفسها ترضيه وفي نفس الوقت تبقى نفسها تعمل كل شيء يعني يسعده ويفرحه ويبسطه لكن احنا في الناد الاهلي دلوقتي مستر موسيماني شكله كده شكله كده الواقه هربه هزهبته من اللعين شكله كده شكله ان كهربه هزهبته بين لعبي الناد الاهلي شكله شكله اللعيبة مش حاس انها بتهابه ومش حاس ان هو مركز في الملعب شكل كهربه عمل الدنيئة معاه وهزه صورته قدام اللعيبة انه بجح فيه انه تطول عليه انه عمل انه سوى كلام بالشكل ده لان برضه انا مش شايف ان مستر موسيماني اللعيبة بتهابه ولا بتخاف منه ولا مقدراه ولا عاوزة ترضيه ولا عاوزة تعمله حاج ويس لا مش شايف ده فبالتالي مستر موسيماني يتحمل المسئولية كاملة هو ولاعبيه عن هذا التعادل المهين والذي يهدد مسيرة الناد الاهلي في دور الابطال الافريقي على الناد الاهلي ولاعبيه ان ارادوا التأهل ان ارادوا التأهل الفوز على فيتا كلوب بخارج الديار او التعادل معاه ليه والفوز افضل طبعا لانك انت كده النهار ده سنبا سبع نقاط طايح ده انت سنبا بالمستوى ده ما تكسبوش تاني ده انت المريخ ما تكسبوش تاني بهذا اللي استهتروا اللي بيمتاز فيه لعبه الناد الاهلي حاجة يعني ايه نحس النحس وسوء الاداء وحرق دم للجمهور طبعا اتمنى 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 ان يستمع كابت محمود الخطيب الى صوت العقل والمنطق وان يدعم الجهاز الفني بعناصر تدريبية او عنصر عنصر او عنصرين يركزوا مع اللعبة في انهاء لها جماعة حط يا عام ودرب متخص في انهاء لها جماعة لكن اللي بيحصل ده واحد يكلم اللعبة يحسسهم بقيمة الاهلي واحد يعالج بعض اللعبين نفسيا وفنيا لكن اسيب الفرقة بالشكل ده سأله صعب جدا 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 لايك وشير وصلي عزين ودع النفسك والوالدين والغير اشتركوا في القناة